أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كانت المنطلق لمرحلة جديدة من العمل الوطني تستند إلى مواصلة التطوير بروح الفريق الواحد وتكات في كافة أبناء البحرين سموه أشار إلى حرص الحكومة على مواصلة تعزيز جهود التنسيق والعمل المشترك مع السلطة التشريعية لتحقيق التطلعات والأهداف الموضوعة من خلال ضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة والإتقان والكفاءة في تنفيذ الخطط التنموية في مختلف المجالات جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر لكذبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بمجلسي الشورى والنواب حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بكل عزم بما يعود نفعه على الوطن وأبنائه لافتا إلى أن ما يتحقق اليوم من منجزات متتالية يخطها أبناء البحرين على كل صعيد تأتي ثمار العمل الدؤوب والعزيمة الصادقة من الجميع على تحقيق الأفضل لأجيال الحاضر والمستقبل وقال سموه إن روح المسؤولية العالية والاندفاع نحو النجاح والتميز الذي يتسم به أعضاء فريق البحرين في كل قطاع هو ما يتم التعويل عليه للدفع بالعمل الوطني المشترك نحو أفق أرحب من التطوير والنماء مؤكدا على أن كل جهد وعطاء يتم بذله من أجل الوطن وأبنائه هو جهد مقدر ومحل اعتزاز كبير لدى الجميع من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من متابعة حثيثة ومستمرة لمسارات العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معكدين أن خدمة الوطن وأبنائه ستظل دائما نصب الأعين لما فيه الخير المنشود موسيقى